على باب بيت الكاتب الكبير أسامة أنوار عكاشة وقفته وانا كل شوق أن الباب يتفتح معاه قصص وحكايات إنسانية عن الكاتب الكبير أسامة أنوار عكاشة اسم محفور في ذاكرة كل المصريين فهو من أثرت دراما المصرية بقصص ورويات وحكايات واقعية من قلب حياتنا كل المسلسل يصوفه يقول الله يرحمك أسامة أنوار عكاشة لو عرضت عنك كل أنتم متصورين أنه حق أبوك كان تأثير حياتنا بشكل مريع يعني في شخصيات مثلا سليمان غانم مثلا وصيفة الناس دي كانت شافحة في حياته قبل كده أه بالحديث سليمان غانم بالحديث كان صاحب والده أسامة أنوار عكاشة عايش معنا لا يمكن يفرقنا طول ما احنا متمتعين بإنتاج الضخم والمهم في الدراما المصري حياتنا مع دعاء فاروق الأحاق العاشرة مساء على النهار